كان الطريق مطوقا بحمامة لم تبني عشا بل بنت محرابا لا حزن فيه معية المولى هنا بدم الرضا تتحسس الأعصاب يا من ثنيات الوداع ويومها يا راكبا لا يشبه الركاب من صاغ من تمر سواعا لاكما بالحب والإيمان صاغ شبابا فكأن كل مهاجر في أوسه سعد ويثريب أصبحت خبابا تتفاوت الأقدار بالتقوى ولا يتفاوتون نهى ولا أنسابا والنفس لا ترقى إذا لم تقترف بقباء من أثر السجود ترابا إذن هذا التمازج الذي حصل بين المهاجرين والأنصار انتفت به عصبية الجاهلية نعم ذهبت به الأنساب أصبح التقارب أو التفاوت كما يقال بالتقوى فقط نعم ولقد أسنى الله سبحانه وتعالى على الإسنين والنبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار بكثير فضل كما ورد في الأحاديث والآيات فالآيات مثلا حينما تقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يعني هؤلاء الذين تركوا كل شيء وخرجوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لهم من الفضل ما لهم وليت شعري يعني حينما أراد صهيب الرومي أن يخرج ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن جعل الهجرة سرا فلو كانت جهرا ما استطاعها المسلمون ولو كانت جهرا لشق على هؤلاء الصحب الكرام من المهاجرين أن يخرجوا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جهرا لكن من رحمة الله أن كانت هذه الهجرة سرا يعني أي سرا يعني خفية من القوم حتى لا يضطهدوا فقرج القوم صهيب الرومي لما أراد أن يخرج أمسك به المشركون على أبواب مكة قالوا يا صهيب وصهيب يعني كان يقول أنا ابن الإسلام ليس له أب ولا أم يعني هو من الروم قالوا يا صهيب أتيتنا سعلوكا لا مال لك فلما كسر مالك عندنا تريد أن تأخذه وتخرج يعني قال أرأيتم لو أدلكم على مكان مالي أكنتم تاركي قالوا نعم قال ذهبوا في مكان كذا عند كذا ستجدون المال لم يأخذوا من صهيب يعني ضمانا ولا شيئا بل تركوه يذهب وذهبوا بالفعل إلى المكان الذي أرشد إليه فوجدوا المال لأنهم يعلمون علم يقين أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صادقين لا يكذبون طيب هذا للمهاجرين وما لهم من الفرق وأما الأنصار فالقرآن الكريم يقول عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم تخيل هذا يحبون من هاجر إليهم أترى يا أخي عبد الرحمن لما كانت هناك يعني يعني موجات اللجوء موجات الهجرة مثلا هنا في أوكرانيا أوكرانيا الذي حدث في أوكرانيا مثلا ووجدنا إخوتنا من العرب ومن غير العرب ممن لجأوا إلى هذه البلاد كنا نستقبل أولئك الناس وهم جاءوا فرارا من الحرب وفرارا من القتل وليس لهم دار وليس لهم مكان وليس لهم متاع ولكن الفرق بين مجتمع ما زال في النواة الأولى ويأتي الخطاب يحبون من هاجر إليهم يأتي هذا المهاجر على طوال سمان سنوات يعني الهجرة ليست في شهر أو في شهرين أو في عام أو في عامين بل كانت على مدار سمان سنوات كاملة إلى أن كان فتح مكة بعد ذلك بعد ثمان سنوات قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني هؤلاء السمان سنوات دائما مجتمع المدينة ينتظر إذا جاء المهاجر يدخل إلى المسجد وينتظر من يأخذه صاحبة من يأخذه أخا من يعطيه شيء ولذلك كانت في مؤخرة المسجد النبوي يعني كما نعلم مكان أهل الصفة فقراء الصحابة الذين لا مكان لهم كانوا يكونون في هذا المسجد وهذا الأساس الأول الذي بناه صلى الله عليه وسلم وأسسه لأجل هذه القضية والذين تبواوا الضارة الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يعني أولئك ضربوا الأمثلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يكرم الأنصار قال لولا الهجرة لكنتم رئوا من الأنصار اللهم مرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبهذه كانت هذه الميزة لأولئك الصحاب الكرام الذين هاجروا والذين آواوا ونصروا المهاجرين والأنصار لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة المنورة حتى بعد فتح مكة نعم 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 هذه ميزة للأنصار هذه ميزة للأنصار وقال لهم أما ترضون حينما وجد الأنصار في أنفسهم بعد غزوة حنين وتوزيع الغنائم قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالعير والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم يعني قالوا رضينا برسول الله قسما ومغنما فهذه قسمة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر هين أن تشعر من أتى إليك أنه كما يقال من أهل البيت عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤخة كما ذكرت تقاسب الأموال وكل شيء هذا شيء كبير يعني أذكر كثير من الحوادث التي ذكرتها كما ذكرت في الحروب التي مرت كنا في كثير من الأحيان عندما نوزع الطعام على من أتوا من الحرب تجد بعض الناس يأخذ الطعام وهو يبكي كان عزيزا في قومه في بلده ثم ينظر إلى حاله كي يأخذ الطعام وهو يبكي ويسير فالأمر ليس بهذه البساطة أن تشعر من أتى إليك أنه أهل بيت وأنه صعف وانصاحب بيت هو العزيز في قومه وعنده من المال وعنده من المتاع طرق كل شيء وخرج لله ويمكن القرآن ضرب لنا مثلا لهذا الرجل الصحابي جندب بن دمرى رضي الله تعالى عنه هذا رجل كبير أراد أن يخرج للهجرة قال لأبنائه على ما أجلس في مكة أريد أن أخرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقالوا إن الله قد عذرك أنت شيخ كبير فأبى وركب على الناقة وخرج وعلى مشارف مكة في منطقة التنعيم اللي هي مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هناك وقع من على راحلته فمات ولكن وهو في الطريق بقى قبل أن يموت وضع يده على الأخرى وقال اللهم هذه يدي أبايع بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلما وصل الخطاب إلى الصحابة وهم في المسجد النبو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو تمت هجرته لو مات في المدينة لكان له الأجر يعني كأنهم ربطوا هذا المعنى بالمعنى المادي الذي لابد من هنا إلى هنا فإذا لم يصل إلى المدينة فلا هجرة له ولا سواب فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجاءت الآية تخليدا لهذا الصحابي الجليل ومن يخرج من بيته ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقع أجره على الله دية لا تجدها في الكرآن إلا للأنبياء والرسول حينما يقول الرسول ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله فهذا الذي خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت ولم يتم له الهجرة لم يضيعه الله سبحانه وتعالى بنيته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوت ترجمة نانسي قنقر